النهاردة ان شاء الله يا شباب حنعمل ريفيجن على بداية الساينز اخذنا المرة اللي فاتت يا جماعة الكونسبت الاخير اللي هو كان two point three النهاردة ان شاء الله حنرجع بال الاول خالص من اول one point a one اللي هو يعتبر ازهل كونسبت احنا اخدناه لو تفتكر كان عبارة عن كونسبت بيتكرر فيه كمية كبيرة جماعة من الكلام زي روت واستموا دي احنا اخدنا جماعة في الكونسبت الاولان ايه ده اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن اللي هي احتياجات النبات لو تفتكروا في اول اخدناها قلنا ان النبات بيبدأ الاول خالص عبارة عن ايه سيدز السيدز دي لو انت وفرتلها عبارة عن الخاصة بيها او المغزيات الخاصة بيها او النيتز الخاصة بيها هتبدأ حجمها يزيد وتكبر زي ايه يا مستر لو وفرتلها الووتر لو وفرتلها المينرال سولت اللي في السويل هتبدأ تدينا بداية النبات واول ما النبات يزهر لو وفرتلو الكاربون دايكسات جاز والسولت يبقى النبات دا حيوصل لأكبر حاجب انت ممكن تتخيله دا ملخص الكونسبت كله من اوله الاخر طبعا احنا اخدنا في الاول النبات وبعد كده روحنا للهيومن مش مشكلة بس المشكلة عندنا في ايه في التركيز بس صح صح معانا كده كنا منقولوا جماعة لو تفتكروا ان انا لو جبت السيد وقدرت ان انا اوفر لها النيوترينز بتاعتها هتجبر وتبقى نبات طب صح صح معانا ما تيجي كده نشوف جماعة هو البلانتيني دا جماعة تجرو كانوا ايه ايه اب نيوترينز وووتر وسانلايت وبدأنا يا جماعة نزود بقى قلنا اير وقلنا في مرحلة من المراحل فاكرين التجربة بتاعة القطنة والسويل اللي احنا شرحناها قدام حنشرحها دلوقتي يعني انا ممكن كمان ازود السويل بس بعد اللي هو النمو الاولي طب تعالك انا نفتكر مع بعض يا جماعة يلا بنا يا شباب اللي تحت ده اسمه تمام بعد كده عندنا بعد كده وهنا قمنا جماعة بتبدأ ايه بعد كده بتروح تبقى برافو عليكم طب صح صح معانا بقى رحنا قايلين جماعة ان جماعة بيحتاج دي عشان يجمع اللي احنا قمنا عليها زي الووتر اللي هي عن طريق الروت زي الاير والسان لايت اللي هما عن طريق الليلز يبقى كل واحد ليه الفانكشن بتاعته ان الروت مهم في كده اللي ستم هيعمل ترانسبورت الليف تعمل ابزورب للسان لايت وتعمل ابزورب للاير اللي هو الكربون دايكسايد جاز لو تتفكر معايا جماعة احنا كنا بنقولوا جماعة ان البلانت بيقدر لما يجمع الحاجات دي كلها حيقدر يعمل الفود بتاعه بيوزنج النيدز دهيت في بروسس من شاطر جماعة يقولها فضاليا نورين فوتوسينس بروسس يبقى جماعة لو تتفكر معايا انا ببدأ بالسيد اروح للتري عن طريق ان انا بجمع كل اللي كان لسه بدقين المنهج بتاعنا وعملين نعيد ونزيد فيه لو تفكر في الحصة دي احنا مكناش بنقول غير اربع خمس كلمات اير اللي فيه كربون دايكسايد ووتر نيوترينس سان ايه لايت اللي هما الاربع مكونات اللي انت لازم انت بقى عرفه وكل شوية يكلمك على وكل شوية يكلمك على بس تعالك يا جماعة كان لسه الاول مرة نتكلم على الجاز المهم في الاير هو ايه الجاز المهم في الاير جماعة كربون دايكسايد جاز او اسمه كاملا اهو كربون دايكسايد جاز يبقى انت عندك ووتر اير نيوترينس يعيد لك تاني وساعتها قلنا ان في بعض النباتات زي نبات اسمه للي قلنا دا جماعة بيبقى عايش على الووتر بيبقى نام على المياه كده يعني ما عندوش روت ما عندوش وفي النباتات المتسلقة نفس الكلام بتطلع على حيطة وما لهاش داعوا بالايه بالصيل يبقى في البرت الاولاني او في الليسون الاولاني انت اخدت اللي احنا قلنا عليها بيزيك ونوت بيزيك وقلنا عليها ان هي جماعة مهمة او في بعض الاحيان ما بتبقاش مهمة مؤقتة يعني مثلا تعاني حل كده مين يحل معانا يا جماعة فضل يا شريف الووتر بيزيك صبا الشجر نوت بيزيك نوت بيزيك تمام لمار الاكسجين نوت بيزيك ما بيحتاجوش النبات النبات بيحتاج مين يا عالية الكاربون جاس بيزيك تمام ايات في الاولاين نوت بيزيك لان احنا قلنا جماعة لو تتذكر ان في بعض النباتات ما بتحتاجش للصويل جانا اللي هي طبعا او المكونات للصويل اللي انا ببقى محتاجها عشان اكمل النمو بتاعي الشاطر اللي سمع الكلام اللي وقسمه كده وبص على اللي موجودة في الملزمة عشان تكمل نصق الايه الترتيب بتاع لو ماشى صح انت تخش رجلة على رجلة كده والله اي متحان يعني احنا هنحال النهاردة مودر و هنشوف الناس عاملين ازاي صح صح كي جماعة معانا قلنا جماعة ان اي كان بيحتاج للفود عشان يجيبي الانرجي سواء بلانت سواء هيومان سواء انيمان قلنا جماعة بصدو بلانت بتجيب طبعا يا شباب الا نيوترانس بتاعتها من الصويل عشان تقدر تعمل فوتو سينسس بروسس لو تفتكر لحد للوقت ما كانوش قالوا يا جماعة ما كانوش قالوا اهمية او الحاجة اللي بتخرج من الفوتو سينس بروسس حد يفكر اسم الشجر اسم الشجر ملك مذكور جلوكوز اللي احنا قلنا جماعة ان النبات بيجيب الووتر والنيوترانس من الصويل بياخد الكربون دايكسايت جاز من الار مع وجود الصون لايت فبيقدر يعمل الاكسجين جاز اللي انت محتاجه في الريسبياريشن ويعمل الجلوكوز شوجر طبعا لو تلاحظ ان الكلام ده اللي موجود في لسون كام وان اللي كانت اول حصة بالنسبة لنا اللي كنت بعلم حضرتك لسه ببساطة يعني ايه ساينس جديد عندنا الترمدة ايه الاختلاف ما بين الساينس اللي اخدناه قبل كده اللي هو كان تقيل بالساينس ده يعني اكتر حد ممكن يحس بالموضوع ده اللي عنده حد في جونيور فور حيلاقيه عيني في البيت مطحون عمال يزاكر اكتر منه زي اهاب وزي نورين حد اللي اخ في جونيور فور او اخت في جونيور فور تمام تمام يا سارة حتلاقيه مطحون يا جماعة عمال يزاكر يعني والدنيا تقيلة معاه ليه لان الاجزاء الاوانية تقيلة طيب انا بالنسبة لي لقى الساينس اخف جونيور فايف اخف بمراح احنا مخلصين قبله منهم بكتير المعلوماتها عندنا اقل مش زي اللي عندهم لسا هم الموضوع عشان عندهم جديد طيب listen to يا جماعة عدني نفس الكلام قال لك يا جماعة ان اي بلانت خصوصا السيد بتقدر تعمل عملية الجرميناشن اللي هو الامبات ان البلانت سبروتس او سيد يا جماعة كان جروف رومز ستارت باي سيد يعني بتبدأ ببزرة بعد كده حجمها يزيد طب ازاي يا مستر عدنا تاني الكلام ان النبات يقدر يجيب عبارة عن البيزيك نيدز ويبدأ يستخدمها عشان يعمل ايه بروسز فوتو سينسز بروسز عشان يكون ايه جولوكوز شوجر واكسجين ايه جاز يعني نفس الكلام بيتعادل حضرتك تعال لك انا نفتكر مع بعض التجربة دي افتكر معنا كده اخدنا جماعة التجربة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا ممكن اجيب بعض الماتيريالز زي ووتر بيبر طاول اللي هي طبعا الورق تاعة التويلت اللي هو المنادين اللي عادية خالص وابدأ جماعة اجيب صويل برضو كمان ارش الميا على البيبر طاول واجيب سيدز ستة اقسمهم تلاتة وتلاتة تلاتة ححطهم في البيبر طاول اللي هي الوات وتلاتة حطهم في الصويل قلنا هما الاتنين في البداية حيحصل لهم جروس يعني هما الاتنين في البداية حينبتوا عادي يعني هينبتوا جماعة حيدونا نباتة عادي خالص هما الاتنين اهو اللي هو الانيشيال جروس لكن مين شاطر جماعة يقول لي بعد فترة بقى هل البيبر طاول اللي هتشتغل؟ لا اما المين اللي هيشتغل الصويل يبقى انا اللي قدر افهمه من التجربة دي ان الصويل مش مرتبطة بالانيشيال جروس عشان كده واحنا صغيرين كان علينا احنا ايام ما كنا منحضر في المدرسة كنت لازم اجيب فعلا كلام ده واجيب قطنة وحطها وحط حبة مية نبت لكن ايه اللي هيحصل يا جماعة؟ بعد كده ما بحتاجش للصويل خلاص بعد طبعا وقلنا ان في نباتات زي الليلي بلانت اللي قعدة وراء ده هي القزي اللي قعدة فوق المية دي وينباتة اسم اللي مش عجبها الوضع مش عارف ليه طبعا وقلنا في الليسون ده كان في نهايته الهايدروبونيك سيستر اللي هو النظام المائي اللي بستخدم يا جماعة كمية كبيرة من الليكويدز اللي فيها نيوترانز وريتك صورة اللي هي الصورة دي هل فيه صويل هنا جماعة؟ طبعا لا ده عبارة عن مكان مليام بالووتر وفيه نيوترانز كتير وحطين بقى السيد من فوق حتنبت عادي خالص يا جماعة قبل ما نشوف اللي في الساعة ارفع ديك يا جماعة نتكمل كي جماعة بارتتو يا شباب بدأنا نتكلم على امبورتنس تانية احنا تكلمنا في الاوانية على الامبورتنس بتاع الساعة الامبورتنس التانية جماعة بدأنا نتكلم على امبورتنس اوف سان لايت اللي هو حضرتك لو تفتكر جبتي نباتين نبات عرضتو جماعة للسان لايت ونبات ما عرضتوش من شاطر جماعة هل البلانت اي كان جرو قلنا طبعا مش حينمو ليه لان انت مش معرضو للسان لايت فطبعا ده مع السلامة والدليل على كده عملناها جبنا تجربة هي فين اهي هحط واحدة هنا وواحدة هنا وحط صويل في الاتنين يعني ما عنديش بقى المرة دي الصويل المرة اللي فات كانت واعمل اي حضرتك احط واحدة في مكان دارك واحدة في مكان لايت من شاطر يفكر معانا ايه اللي حيحصل يا شباب وان ولا تقول لح تنمو كويس وان طب ليه مستر لان انا هنا عندي سان لايت لان السان لايت من البيزيك نييت لان جماعة نمبر وان تول ابزور بالسان لايت لانه من البيزيك نييت البلانت استركشورز بدأ الموضوع يصعب شويا يا مستر يصعب يعني ما يبقى فيه ايه ان انت تعادلك تاني ان فيه روت وستيم وليل بس قلنا لو تفتكر ان البيزيك نييت عندنا لازم يبقى فيه ووتر وصال لايت هنا وفوت طبعا الهيومن لازم ووتر وفوت واكسجين ايه عشان يقدر يعيش صح صح معنا على كده بدأنا نوسع الموضوع شويا هنا عندنا مين روتس بس على فكرة بص كده الكنس بتعمل ازاي في الاول يعرفك الروت انه بيعمل ابزور بالسان لايت بعد كده ازود لك ان جوه الروت بيبقى فيه روت هي بيزود ايه الابزوربشن اوف ووتر بعد كده بيبقى الروت مرتبط بالزيلة فاكريني الكلام ده اللي هو موجود في الستام عشان ينقل الووتر والمينة للسولت يبقى كل شوية بيزود لك الايه المعلومة اكبر يعني هنا انواع الروتس تعالى كده نفتكر ادي نمبر تول يمين الستام اللي بتعمل ترانسبورت للسبستانس بعد كده اخر واحدة اللي هي جماعة ووتر ونيوترين سموب اف دا بلانت ستم سروتيوبز اللي اسمها سايلم اللي احنا قلنا جماعة دي عبارة عن لاتن وورد اسمها وود بالانجليش صح صح كده معانا ادي منظرها هي انابيب بتنقل المية من تحت لفين رايحها للليف عشان الليف تعمل الفوتو سينسس ايه بروسوس تعالى تذكر معانا كده دا قديم اهو الليف بتجمع السانلايت مين شاطر قبل ما نوصل للنقطة دي ارفع ديك لو عملتلك دواير هنا ايتن فاكرة دواير دي ايتن هيبقى اسمها ايه اه نعم سيبة استوماتة يا مستور استوماتة تمام صح صح معانا بلاعا ليه قلنا البلانت جماعة عن طريق بيقدر عن طريق الاستوماتة اللي لسه قلنا يقدر يجمع الجاز اللي انا محتاجها يدخل الكاربون دايكسايد جاز ويطلع من خلالها الايه الاكسجين جاز يعني بيدخل الكاربون دايكسايد ويطلع الاكسجين دي الفتحات اللي احنا قلنا موجودة في السيرفز اللي بتعمل اكسي تشينج اوف جاز الليسون سري هو كم لسون طيب ركز ادي الروت اللي احنا قلنا بيعمل الروت بيبقى فيه ما يسمى بالروت هير اللي بيزود الابزوربشن اوف ووتر بعد كده جماعة قلنا مين احسن بلانت ايه ولا بلانت بيه لان فيه كمية كبيرة من الروت هير اللي تساعدني في الابزوربشن يلا بينا ارفع ايديك وقل لي انواع انا هقلب الصور قدامك حد فاكر اول نوع قدامك ده شادي شريف ها ودي تمام اللي هو موجود في التراكس الكبيرة تمام مين شاطر يقول لي اللي استم طبعا الفانكشن بتاعته انه بيعمل ترانسبورت النوع ده الودي النوع ده حيبقى اسمه ابرايت اللي هو موجود في مستقف فلاورينج بلانت طب هنشوف بنام انتم مذاكرين ارفع ايديك مين يقول حبيبة كلايمبينج موجود في مين يا حبيبة في الفينز تابام اللي هو جرابز يلا جماعة ايات في الالاين ده اسمه يا ايات تيوبر اللي هو في البوتيتو بس يا مين يقول ده مين محلش صد الوائل يبقى انت رجعت كده اهمية بيعاد لك تاني اهمية ان البلانت تليف ايه ويه جاز عن طريق فتحة اسمها ايه تمام والفتحات دي هي اللي بتدق ان الحاجات دي عشان تشارك في ايه عندنا نوعين من النباتات ممكن تبقى نارو زي الباين ويه وايد زي الاكاشيا لا 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 بتبقى وايد الفوتوسنس بروسنس بتطلع عندنا جماعة الاكسجين جاز والنيوترينز مين شاطر يقول لي بس الكلام ده على السينيور ايه الحاجات اللي بتطلع يا رو ما يسائد فطالي فات برافو وبروتين وستارش والشجر اللي هو مين الجولوكوز شجر اكسلانت برافو عليك يا رو ما يساء اه دي من الحاجات اللي بين الصطوع اللي ممكن يدور عليها عشان ييه يأذيك في درجة عشان يميز بمن طالب مركز قوي تمام وطالب نص نص فحضرتك لو حاجة زي دي احنا في الريكورده هو وبندور على الحاجات اللي زي دي جماعة لو سمحت ركز عليها قوي حضرتك لو بصيت كده جماعة احنا قلنا الشكل ده اولا ده قلنا بيتكون من قنبوبة بتنقل المية من تحت الفوق من الحاجة من تحت الفوق اللي هي الفلوم اللي هو بينقل يا جماعة الريدي اورجانيك ماتيريال فود ماتيريال او فود سبستانس الكلام ده انت هتاخده زيه في الهيومان يعني كل شوية عمال يستدرك حضرتك كده عشان تروح بعد كده بعد ما تتكلم على الزيلم والفلوم تروح للهيومان لو تفتكر التجربة دي اللي احنا شفناها جماعة فيديو مع بعض ايه هي ان انا ممكن اجيبه شباب الجلاس كب وحط السيلوري ستيك ايه اللي حصل في السلوك ده قلنا قطعناه بالسيسر وحطينا فود كالورين وبعد ما حطينا الموضوع ده بدأ اتبان لو تفتكر الفيديو كويس اوي بدأ يبان نقط صغيرة النقط دي مين الزيلم اللي اتقل عنها يعني حضرتك انا فاكر في الفيديو هي ملونة اه لكن لما جبنا بالعرض كده لقينا نقط زرق كده جماعة دي عبارة عن الزيلم فيزلز اللي بيطال عن طريقها الووتر والمينيرال سولس او النيوترينز طبعا لسن فور بعد ما بيعيد لحضرتك تاني الجولوكوش شجر اللي بيطلع من الفوتو سينسز حيبدأ يتكلم على اهمية الكلام ده في الهيومان الهيومان بياكل عشان يجيب انرجي لما بيعمل تشيوينج الفوت ده جماعة الفوت ده بيبدأ يتنقل جوة اللي هي يومان بادي فاين اللي بيحصل حضرتك ان انا عندي سيستم جوة جسمي بينقل الحاجات دي اللي انا شرحت قولك بالتفصيل اللي عامل زي ايه لو انت ساكل في الدور اللي وعايز مية قلنا انت محتاج تلات حاجات مطور الاول تحت اللي هو زي مين في جسمنا الهارت اللي احنا قلنا ان الهارت ده عبارة عن مصل بتعمل بمبل البلد بتتكون من كام شامبر فور شامبر تمام حضرتك الهارت بيزق الدم الدم اللي بيطلع منه بيبقى اكسجيناتد الدم اللي بيجيله بيبقى فيه كاربون دايكسايد ايه جاز يعني الدم اللي طالع من الجسم من الهارت للجسم بيبقى فيه اكسجي نظيف مع ان فيه سؤال النهاردة زاكي شوية موصل الهارت باللنج حد فاكر اللنج بتعمل ايه هي اللي بتنظف يعني ايه بتنظف يعني بيروح لها الدم الحلوة ولا الوحش الوحش عشان تاخد منه الكاربون دايكسايد جاز ترمي وترجع تاني الدم الحل طب يا مستر هالي الكلام ده عايز مننا تفكير اه لان احنا قلنا لو تفتكروا انت عندك انابيب جوا جسمك سيه المواسيط اللي هما كانوا جدين ارتري واي وفينز اهو هادي الكلام اللي احنا قلناه تعال كده نشوف بقى الارتريز والفينز اللي هما كان لونهم ايه وايه احمر وازرق هل حيجي لك الوان لا ده انت تفكّ في الاتجاهات الارتريز اللي هي لونها احمر يا جماعة اللي بيبقى فيها دم فيه اكسجين جاز بتبقى جاية من الهارت للجسم والفينز اللي لونها ازرق اللي فيها دم فيه كاربون دايكسجين جاز جاي من الجسم من الايه للهارت يعني دولها تعاملين يا جماعة زي الزيلم وايه والفلوم الزيلم بين الووتر والنيوترانس اللي هي السولت من الصويل للليل اما الفلوم من الليف لباقي اجزاء النبات ودي الشكل بتاعنا هو هارت وي بلود فيزر البلود مش معانا في جينيور فايف طب الهارت قلنا بيتكون من مكانين بس احنا قسمناهم لجام شامبر جماعة فور اللي فوق اسمها اتريام واللي تحت فنتريكال قلنا جماعة الهارت بيتكون من فور شامبر وبيعمل بامب زي ما شرحنا وإن اللي بيحصل له برضو بيستقبل الدم يبقى يا اما يزوء الدم الحلو للجسم كله أو يستقبله طب انواع الفيزل كان احمر وازرق اللي احنا قلنا يا اما ارتري يا اما فين صح صح معانا سيادتك الارتري من الهارت للبادي سيل بيبقى دم فيه اكسجين جاس لكن الفين من البادي سيل للهارت بيبقى فيه دم فيه كاربون دايكسايد ايه جاس مين اللي في النص بيتسلم البلود كابيلرز في اخر الاحمر اللي هو مين ارتري واول الازرق اللي هو مين اهي الحتة اللي في النص دي طبعا الكلام ده كله يا جماعة انت هتاخده بالتفصيل في الميدل والسينيور هو بيرميلك معلومة صغيرة يعني الزايلة والفلوم ده على السينيور على فكرة يعني لو حد ليه اخوات في سينيور هنا اهاب ليه ولاد عمه ولاد خاله قصدي تمام تسأله وجاسر لأ لسه في سينيور وان ما زين سينيور ايوة تمام تمام حضرتك لو سألت الناس الكبار دولت انت عليك زي لمو الفلو هايقول لك ولا اهاب اخدت الكلام ده فين قل له عليا في سينيور وتقدر تشرح له كمان ان نفس الكلام اللي عليهم في سينيور طبعا قلنا جماعة بيلف لفة كاملة جوا جسمك كلها المضيف الحلو بعد كده بيرجع الدم الوحش تاني للهارد عشان ينترد برا الجسم طبعا بيرجع تاني يعيد لك اهمية الزايلة واهمية ايه الفلوم الزايلة اتجاهه من تحت الفين اما الفلوم من فوق لايه لتحت انا عايز اسأل حضراتكم سؤال هو ده احنا كده وصلنا لليسون كامل جماعة فايف 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 تركز اهم نقطة في الليسون ده كانت جديدة خالص ان احنا قلنا جماعة بحول اللايت انيرجي ليه الكامل الانيرجي دي جماعة هي اللي تتخزن في الجلوكوز وقفلنا اليونت ده بفكرة الفلاورز صح صح بقى معايا قلنا الفلاورز زي ما قال ايهاب من غير ازل help in reproduction وشرحنا الموضوع ده ان بيبقى فيه جوا الفلاور عبارة عن سيدز هي اللي بتشارك في reproduction يعني لو ما فيش يا جماعة لو ما فيش فلاور النبات will not reproduce مش حيتكاصر وقلنا فكرة ان انا انقل السيد من مكان لمكان اسمها سيدز بيرسل وشرحناه بتتم عن طريق اربع نقط تعالك يا جماعة بالراحة ما تنساش طبعا ان السامفلاور بيبقى عندها سمول دارك اللي هي ايه السيدز بص ادي السيدز بيرسل يلا بينا هنا بتتم عن طريق الووتر اللي هي في بعض الكائنات جماعة بعض النباتات اللي قدام خضرتك اللي هو عبارة عن حد يعرف اسم النبات هنا تمام هنا جماعة ال بتتم عن طريق الويند لما يبقى السيد فيري لايت زي منديليم او مابل اخدنا عن طريق الكائنات ان يا جماعة لما تلزق لمين والمين للفور بتاع الكائنات او الكلوزز بتاعة الايه زي اسمه البردوك صح كده هنا عن طريق اللي ستول هي هي تتاكل عن طريق جماعة الكائن وبعاكاية تطلحها في اللي ستول وبعاكاية الانسان يأكلها حد يأكلها حد يأكل معنا طيب باشي طبعا كان عندنا جدول كده وضحين ده طبعا جماعة الكوكنات عن طريق مين ووتر تمام التوماتو ايتم باي انيمال المابل ويند الابل ايتم باي انيمال دندلين ويند بوردوك انيمال فور تمام ايدي جماعة المنظر اهو مين ده طبعا السؤال الغريب بتاع كل مرة واحنا عارفين اجابته الحمد لله المفروض انا بعد ما راجعت النهاردة حضرتك هعمل ايه حبدأ اجامع ادي اللي سكانتو استاديا هو اللي هو عبارة عن الست حسس بتوعنا اللي احنا عملناهم كلهم او ده اكتر كمان لا هما ست حسس تمانية اه كل بار كود لحسة واحدة تركز كده يا شباب حضرتك هتبدأ ابص على بتاعتنا الفوتو سينسس ايه الاستوماتا ايه الفلاور ايه البلانت ريبرودكشن ايه وتبدأ بقى بقى عندك عندك بعد الامبورتنس جيف ريزو وات هابت عندنا فيه امبورتنس دروينج المفروض فيه كمباريزونس بعد كده مين بوينس والمفروض لو في البارت فيه راس نبص على الرأس مفيش راس طيب بعد ما نخلص قلت يا ريت ان انت تحلي معايا مين الكنسبت ده طيب حنمشي بالترتيب خالص سبا تفضلي يا سبا بيجي 11 طب حلي من قدامك يا سبا الاول سبا الروت 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 تمام يلاي ايتن if you put some bean seed in a knot facing sunlight it may germinate with paper towel with paper towel تمام يبقى انا بدأت ان انا جماعة اختبرك في المعلومات بتاعتنا تهمين قصد ايه يلا بينا شباب the root of the plant absorb بتفضل water number d ليه هناك دي نقط 3 have narrow leave من يحل جماعة معانا تفضلي يا للي باين تفضلي يا سارة يا جاد بعد اذنك انا اعملي ريز هاند واخليك تحلي والله يتفضلي ليه الفوتو سينسس بروسس از امبورتانت يا سارة because it help the plant to make it's food تمام because it help the plant to make it's own food يلا بينا جماعة صحوا غلط تفضل يا ايات all plant have root stem leave كل النباتات عندها root stem و leave true number 2 if we put the plant seed in the place containing mineral and water it will grow جاسر true xylem help the plant to get water from the soil يهب false ده الroot هو اللي بيعمل كده طيب في حد رفع ايدي مع سارة فضل يا رؤيا فضل يا روكا water and carbon dioxide are absorbed by water by plant root true 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 هو الcarbon dioxide gas تحت في التربة false التوصيل التوصيل sun light عالية هتبقى ها ايه السنلايت ده جاز غلط فضل يا روميساء بي ده حاجة ضرورية عشان البلانت تجروس الصويل حبيبة c is not a basic تمام مش ضرورية الووتر فضل يا للي a تمام الاوكسجن اياد في الاولاين جاء 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 اجاز واتش واتش دورين برافو اجاز واتش بريديوزد جاز بيخرج يلا جماعة بص كده بقى look at the opposite figure صح صح معايا بالله عليك صح صح معايا بالله عليك طالع من الهارت يبقى ده حيبقى artery number two جاي للهارت heart لا يا حبيبي والله طالع من الهارت artery جاي للهارت vein انت اتخدعت فين بقى في الالوان ليه لان ده الحتة الوحيدة اللي في الجزء عكس عكس المتوقع لان الدم حيروح يتنظف number نقط وهنا حيبقى two هنا بقى من الالوان يا حبيبي اللي بينقل البلد اللي فيه carbon dioxide هو number one لانه رايح لللنج يا توتا ما هي دي الوحيدة اللي مختلفة في الجسم ما هو ده سؤال في تفكير ده المكان الوحيد اللي عكس اللي انت حافظاه ده المكان الوحيد اللي عكس برافو علينا ان احنا ايه حلنا السؤال ده ده المكان الوحيد في جسمك عكس اللي انت حافظاه انت حافظة ان الارتري بينقل الاكسجين صح؟ كل الارتري ما عدا الارتري اللي رايح لللنج لان الارتري اللي رايح لللنج الدم فيه حلوة ولا وحش وحش لسه حيتنظف تمام? اتفاهمت؟ يا ريتي اتفاهم يا جماعة الموضوع ده ايه؟ number one two تفضلي يا جودي circulatory انا بحاول اخلي الكل يحل على قد مقدة يلا يا شباب human circulatory system consist of احط مين؟ مين اللي محلش خالص حبيده؟ heart excellent براق عسكر اتفضل يا براق البلان تميك جلوكوز دورين؟ photosynthesis بوصر photosynthesis number three most flower have is them تفضل يا شادي upright شريف حليت؟ النهاردة تفضل يا شريف البلان تليف هلبي توبي فكسد roots من شاطر يحل البلانت have no stem تفضل يا عسوس بازر تفضل قول يا حمزة تمام there is no transportation هتشرح الاثنين water and the neutrons will not move up to leaf and ready food will not transfer مش هيتنقل from leaves to other plant boards plant boards you 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 a you